بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا في آخر بوز part 16 من chapter 4 mechanical properties of soil اللي خاص بقرس soil stabilization وهو استكمال للمثال اللي احنا اتكلمنا عليه في part 15 اللي هو مثال على consolidation test عشان نوجد coefficient of consolidation مرة اللي فاتت او في الpart السابق احنا عرفنا ازاي نوجد cv بطريقة taylor او اللي هي root بتاعة time او gazr time لكن النهاردة هنتكلم عن log time عشان نستخدم طريقة kazagrand اللي هي بتاعة log time عندي حل من الاتنين يا اما ارسم علاقة طبعا كده كده انا هرسم علاقة ما بين log time وبين ال delta h ولكن يا اما ارسم على ورقة semi log فهرسم بالقيم اللي موجودة في الجدول او اجيب log للقيم اللي موجودة في الجدول ورسمها على ورقة رسم بياني عادية انا رسمتها هنا على ورقة semi log فهتلاحظ ان دي point one وهنا point o one ده اللي هو log scale شوف الرسمة طالعت ازاي برضا نتعلم الرسمة بشكل عامل ازاي هيجيلي curve وبعدين هيجيلي خط وبعدين هيجيلي curve وبعدين هيجيلي خط يعني curve وخط وبعدين curve وخط فانت بتعمل ايه هتروح مادد الخط ده ومادد الخط ده لتقطعه في نقطة بالشكل ده ادي مادت الخط ده ومادت الخط المستقيم ده تقطعه في النقطة دي دي عندي يو كام مية في المية هل مية في المية برايماري كونسولوديشن كويس طيب فين بقى المية في المية مش موجودة عندي في الجدور هقول له حاضر ارجع بعد كده عاملين اخد عند اي تايم هنا اي تايم يعجبني يعني انا هنا خدت تايم كام لو تلاحظ بوينت كام بوينت او وان تو سري فور فايف ماشي بوينت او فايف واخد عند اربعة من الطايم نفسه يعني لو خدت بوينت او فايف اضربها في خمسة يبقى بوينت فايف انت سو اون يعني يعني طلعت لي بوينت كام سري ماشي اوكي مفيش مشكلة المهم القيمة ديت وكام اربعة منها امشي كده وامشي كده هجيب مسافة هنا اسمها اكس شايف المسافة اكس اللي انا جبتها دي ده ده الطايم وده لوج مين وده اربعة منه وبعدين خدت مين هنا مين طلعت لي مسافة اسمها اكس اخد مسافة زيها فوق اهي مسافة زيها فوق هنا واقول ديت عند يو صفر في المية يبقى هنا عند يو كام صفر في المية هتقول لي طب ما فيه هنا شوية هبوط حصل وشوية هبوط هنا اه لو تفتكر ان احنا قلنا الكونسورديشن ده تلات انواع ايه هما قلنا فيه الاميديات وفيه البرائي مري شوف البرائي مري قديه وبعدين فيه السكندر اللي في الاخر ده فعشان كده ده صفر وده كام مية في المية اقول له طب ما انا ما عنديش صفر وما عنديش مية في المية اقول له اروح واخد المسافة ديت وعامل فيها ايه منصفها فتطلع لي هنا عند يو كام خمسين في المية عند اليو خمسين في المية لو مشيت كده وطلعت فوق هنا هجيب لوج مين لوج الطايم او الطايم بقى من ترسم على ورقة سيمي لوج بس خلي بالك هيجي لك هنا بالايه هيجي لك لوج الطايم عند يو كام خمسين في المية نرجع للجدول بتاعنا لو تذكروا عند الخمسين في المية تقدر تطلع قيمة مين التيفي ليابوينت واحد تسعة كام سبعة وتمانية واضح طيب نشوف الكلام ده هنعمله ازاي بس قبل ما نعمل الكلام ده لازم نخلي بالنا على نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان الاتش انشال بساعتاشر واتش فاينال بسبعتاشر فروح تجيبت الاتش افرج اللي احنا قلناه نفس الكلام اللي احنا قلناه في طريقة مين تيلور فالدي بتسوي كام تسعة ومية تسعة وعشرين عشان دي دابل درينج مناش دعوا بقى مين بتيلور ده خلاص خلص لكن احنا شغالين في مين في الكزا جراند عند خمسين في المية الطايم بتاع تلعب كام بتلاتة واثنين من عشرة ديئية تلاتة واثنين من عشرة يعني كام مية اتنين وتسعين ايه سكند مية اتنين وتسعين ايه سكند ارجع عوض بقى في القانون سيفي على مين على تيفي بساو دي سكوير على الطايم ده مجهول دي واحد تسعة سبعة ده بتاع مين اه ده ده عند خمسين في المية والطايم بكام مية اتنين وتسعين اللي انت جبته هنا وده طبعا ما فيش العلامة ديت يبقى تسعة كام واحد اتنين تسعة سكوير قادر اطلع السيفي تمانية بوينت خمسة خمسة في عشرة وصناسة اربعة سنتيميتر سكوير على السكن طبعا مش شرط ان طريقة كازا جراند تطلع لي نفس القيمة بتاعت التيلور اللي احنا جبناها قبل كده بكده احبائي نكون خلصنا شابتر 4 اللي هو السويل ميكانيكس اوف سويل وان شاء الله هنبتدي في شابتر 5 في المرحلة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة